زيارة ضمن سلسلة على مدار العام المنصرم من المنتظر ان يقوم بها وزير الخارجية الامريكية للشرق الاوسط وكسابقاتها فهي معنونة بانها في اطار الجهود الرامية الى التوصل الى اتفاق لوقف اطلاق النار في غزة لكنها تشهد متغيرا نوعيا وهو اغتيال يحيى الصنوار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس بلينكين استبقى وصوله بالتأكيد على انه يسعى لمضعافة الجهود مع الشركاء في الشرق الاوسط للبحث عن مسار جديد يسهم في تحقيق السلام مع تأكيد واشنطن على ضرورة اطلاق سراح المحتجزين موقع اكسيوس الامريكية اشار الى ان اغتيال الصنوار قد يفتح الباب امام ابرامي صفقة لاطلاق سراح المحتجزين مقابل وقف اطلاق النار وهو ما شدد عليه مساعد لرئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو ومسؤول اسرائيلي مشارك في المفاوضات اذا فاغتيال الصنوار في الرؤى الامريكية قد يعيد تشكيل ديناميكيات تفاوض على اعتبار ان خروجه من المشهد فرصة لتغيير الحسابات السياسية لدى اسرائيل من جانبه بحث الرئيس الامريكي جو بايدن مع نتنياهو خطوات انهاء الحرب واستعادة المحتجزين واشار الى وجود فرص للتوصل الى حلول بعد الحرب بما في ذلك وقف اطلاق النار وفي السياق ذاته ناقش وزير الدفاع الامريكي لويد اوستن مع نظيره الاسرائيلي عملية اغتيال الصنوار البنتاجون من جانبه اكد ان القوات الخاصة الامريكية الموجودة مع الجيش الاسرائيلي تدعم ما سمه بجهود تحرير المحتجزين الاسرائيليين بقطاع غزة في دعم ليس بالجديد وبمنطق درهبي امريكي بات معتادا على مدار العام الماضي حراك امريكي على كل المستويات السياسية والعسكرية مدفوع بفكرة تؤكد الفصائل الفلسطينية انها زائفة بقسم ظهر المقاومة لتبقى الساحة مفتوحة امام عديد الاحتمالات التي قد يفرض بعضها نفسه قبل ان يصل بلينكين الى المنطقة